مرت سنتين ونصف السنة على تطبيق الخطة الأمنية في ترابلوس ومر على وجود غالبية قادة المحاور في السجون الفترة نفسها تقريبا إلا أن المحكمة العسكرية أصدرت يوم الجمعة قراراتها فيما خص أبرز قائدين عرفاء بالإعلام كقادة محاور ترابلوس سعد المصري وزياد علوكي إلا أن المحكمة برأت المصري في قضية قيادة المحور وحكمت عليه سنتين ونصف السنة في قضية أحداث جبل محسن باب التباني وبالتالي سيخرج المصري من السجن بعد 28 يوما بينما زياد علوكي فقد محكميتي في قضية قادة المحاور وثلاث سنوات في أحداث الجبل والتباني ليبقى من محكميتي ثلاثة أشهر وبالتالي سيخرج من السجن في شهر أيار المقبل عائلتهما وأصدقائهما كيف علقا على الحكم القضائي أنتم مظلمين ولا أنتم بنعكس نعم طبعا مظلمين لحلك ليلة أنا برجع وقال لك لما نقشت الدولة جينا وإننا للدولة تفضلوها ها نحنا جينا لعنك مثل سعد المصري وزياد علوكي اللي يعملون أنه قادات محاور هون لما نقشت الدولة قوموا الدولة ولا سلموا حولا للدولة اللي فعل من العادية معروف رفعت عيد وأتبيعه وغيره وغيره حزب العربي الدماري القوتي لأ هلأ السنبالة حكموا بالديل عزيك حكموا بالأشغال المؤبدة وداخل الترالو وداخل التباني داخل المحاور الأخرى في ناس تابع لأجهز الأمنية ومعروفين يعني في ناس تابعوا مثلا لأشراف الريف وغيره هذا شي أنا عم بيحكي عمتا أنا بس على سعد المصري وزياد علوكي هترجع تعود مظاهر بس رجع من تركيا لا طبعا لا ما حصير في وجود دولة وبوجود الدولة كلتنا وراء الدولة ما في عنا إياش نحنا حنحتفل باللي هو مسمحنا كل شي كدبع خوريف كوزيع عشات للفقرة جميع هده هده الفرح حيكون الفرح طبعا ضمن القنون وضمن كل شي ظلموا لأنه هن سلموا حولون هن سلموا حولون إذا مع اساس طلعوهم اكتفاء مدة يمرقوا العضايا كلها الملفات كلها يطيطوها يحطوها عجناب ويطلعوهم اكتفاء مدة لقد قتل عم يطلعوه ثلاث سنين ونحنا هاك حطونا شلحونا بالسجل كيبنا نحتفل فيه ونطلعهم لأنه هده الأبطال هده الدافع عن عرضنا في المقلب الآخر مقلب الجبل حكمت المحكمة العسكرية غيابيا على رئيس حزب العربي الديمقراطي رفعت عيد بالمؤبد والأشغال الشاقة نحن نبارك للشباب اللي قال لهم أربع سنين موقفين واللي حكم القاضي عليهم بسنتان يعني لهم سنتان تقريبا مع الدولة نبارك للشباب اللي طلعوا وبننا نقول أنه حكم الأستاذ رفعت نحنا اتفاجأنا فيه صراحة لأنه نحنا أولا الأستاذ رفعت مكان قائد محور إذا بدون نحاسبه معنويا على صفته المعنوية أو صفته التمثيلية ففيه مقابل وسعد الحريري كمان عنده صفة تمثيلية وطيئة المستقبل كان رائعي للمعارك إضافة على الاعترافات لقات المحاور يلا ترفع العميد حمود أنه كان يذخر هو كان يمول وكان يحرد إذا نجي نعمل توازن بهذا الموضوع نلاقي أنه في مين حر طليق مسؤول ميليشيا طيار المستقبل حر طليق بالوقت الأستاذ رفعت عن محاكم غيابيا أنه ما قاله أي إيمي قانونية حسب القانونيين وحسب رأي القانون بهذا الموضوع ولكن ولكن شفناه قاله إيمي يمكن إعلامية أو سياسية يمكن لي برضو شوي الشارع التجارة كما فتحت الملفات القضائية في أحداث دموية قتل من قتل وجرح من جرح خلالها أنا الأوان لتطوى هذه الصفحة من تاريخ طرابلس والجميع يأمل أن تكون الصفحة الأخيرة من طرابلس رشال كرم قناة الجديد